اشتركوا في القناة أولت وزارة الداخلية اهتماما بالقا وجهودا حثيثا في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في ربوع مملكة البحرين حيث أن الأمن الذي تشرف عليه وزارة الداخلية لهو ركيزة أساسية من ركائز الانطلاقة التنموية التي تشهدها المملكة فلا تنمية ولا استقرار بدون أمن فهذا الدور الواضح والمشهود الذي حققته وزارة الداخلية طيلة فترة التحديات التي تشهدها المنطقة ككل فدور رجال الأمن يلمسه الجميع ويقضتهم وثباتهم في الدفاع عن الوطن وأمنه هو فخر كل مواطن وقصة مجد لا بد أن تسطر منتسب وزارة الداخلية بكافة الإدارات وما يقومون به من تضحيات خير برهان على ما يحمله المواطن البحريني والمقيم على أرضها من ولاء وانتماء وحب لهذه الأرض الطيبة في التصدي لكل ما يضر المصلحة العامة فجهودهم عظيمة ومشكورة من خلال ما توليه من جهود في مكافحة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الأمن والاستغرار في كافة أرجاء مملكة البحرين هذه المسيرة سطرتها رؤية جلالة الملك المعظم الثاقبة في استشراف أفاق المستقبل فجعلت مسيرة التحديث والتطوير واقعا ملموسا في سبيل خدمة الوطن وإبراز صورته الحضارية بفضل ما تم توفيره من قبل وزارة الداخلية لها من إمكانيات بشرية وطاقات مدربة وسعيها لتوظيف التغنية الحديثة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر